بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهداء يا سادة احنا يوم السبت ده يوم أصحاب السعادة يوم اللي بنبدأ معهم حياتهم الزوجية وبنبدأ معهم تجددهم لحياتهم الزوجية واحنا ابتدينا مشروع كبير هو مشروع التمهير الزواجي ان احنا نتكلم عن المهارات الزوجية بشكل واضح ونهتم بيها جدا 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 احنا من ضمن المهارات الزوجية اللي احنا لازم نتكلم عنها مهارات في بعض الحين بتختلط على الناس ولما بيكونوش عارفينها وبيقدروا يتعاملوا معاها بصنعة لان المهارة معناها ان الواحد يبقى كأنه صنايعي يعني بيستعملها بحرفية النهاردة عن التكلم عن مهارة من المهارات المهمة جدا جدا فيه مهارات الزوجية احنا قلنا في التمهير الزواجي عشان نتعلم المهارات اللي بتفتح أبواب السعادة بتفتح أبواب السعادة ونركز عليها دايما عشان المهارات دي من اهم المهارات اللي احنا لو تعلمناها عن نعيش بفهم صحيح وتبقى معيشتنا حقيقية في الحياة الزوجية وبنحقق بيها مراضي الله سبحانه وتعالى من الجواز اللي احنا عارفينه وبنحفظه وبنعيشه مع قولي تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحم محدش قال ان الجواز عشان هو رزق ما يبقاش كمان تدبير ومهارة عشان كده مهارة النهار ده مهارة مهمة جدا 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 المهارة دي بعض الناس لو استخدموها بسنة زيادة بتبقى زي بالزبط الملح الزيادة وسعادة بتحاول إلا سم فلازم الواحد نقعد مع بعض ونتكلم عنها لان هي مهمة في الحياة الزوجية وهي كمان مش شيء يمثل عب ايه المهارة دي؟ هي مهارة التفكير الناقض الزواجي يعني ايه؟ هو الجواز فيه نقض كمان ايوة عشان الجواز ما يتحولش كله إلى تكسير ونقص لازم تعرف ان فيه مهارة اصلا في الجواز اسمها مهارة النقض الزواجي مهارة التفكير الناقض الزواجي المهارة دي بتتعلق بالقدرة على تقديم المعلومات المهمة لأحد الزوجين بشكل منطقي او من الطرفين من الزوجين بشكل منطقي جميل مع تحللها عشان تساعد الطرف الآخر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب دي يبقى هي مهارة منطقية بتساعد المقدمة بشكل جميل في الوقت المناسب عشان الشخص ياخد القرار المناسب ويتفاعل مع الأفكار والأراء الأخرى بشكل بشكل بناء ومفيد يا ريت كلين يبقى عندنا المهارة دي يعني مثلا على سبيل المثال شخص ايه اللي حاصل انجرف تحت الاهتمام بالجواز اه 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 ا لقاءه جدا 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 وبيهتم بمشاكلهم وبيهتم بكذا فعنده إسراف فإيه اللي حاصل فإحنا محتاجين المهارة دي عشان يساعد الشخص ده فالمهارة دي بتخليني أقدر أقدم له المعلومة دي بشكل مناسب وأخليه يفكر ويقدر يتعاطف ويتقمص شريك الحياة محتاجي إيه بشكل بسيط وسهل وعشان كده أكتر المهارة دي مهمة جدا 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 وتعالوا نشوفها من خلال موقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ستينة مسلمة اللي حاصل جاءت بطعام في صفحة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت عائشة ملتفة بكساء ومعها فيه فإيه ففلقت الصفحة كسرت الصفحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقاء الصفحة الصحفة وقال كلوا اللي حاصل كذين اللي فيهم مكسورين دولا راح جمعهم كده اللي فيهم الأكل لسه فقال كلوا غارت أمكم غارت أمكم كرار رسول الله مرتين ثم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صحفة من السيدة عائشة فبعث بها إلى أم سلم رضي الله عنه إيه اللي حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه قدم النقد لفعل السيدة عائشة بشكل مناسب وبشكل إيه وبشكل يخليها تتخذ قرار إنها ما تعملش للعملية دي مرة تاني فبنشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الزوج فكر تفكير ناقد وحلل الموقف وعرف أصلا مشكلة إيه ويغيرت السيدة عائشة لذلك تعامل مع الموقف بما يتناسب مع هذا الموقف طبعا إحنا متعودين دايما نحن نقرأ حديث رسول الله ده على إنه دايما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم راعة مشاعر السيدة عائشة لا إحنا ما بنقفش عند تحليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المستوى بس إحنا كمان بنشوف حضرت النبي بيقدم لنا إيه نتعلمه فقدم لنا تفكير ناقد ناقد موقف فعل السيدة عائشة وحلله وإزايك من خصائص التفكير الناقد الزواجي تحليل المعلومات ومحاولة فهم طبيعة المشكلة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل كده مع السيدة عائشة هو إيه اللي حاصل إن السيدة عائشة عندنا مشكلة نعرف بقيت إزاي حدث النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الموقف بالتفكير الناقد